اهلا بحضراتكم مرة تانية فبالتالي فرص الفوص باللقب الغالي جداً السنة دي وهي بطولة الدوري وليليها أولوية كبيرة جداً عند منظومة النادي الأهلي هتبقى الفرص ضعيفة فلازم جداً من خلال مباراة قوية زي مباراة بيراميدز لما بقولك مباراة قوية هي بفعلاً مباراة قوية لأن بيراميدز قدامك غير أي فرقة تانية وإحنا مدركين كده كويس وعارفين الأسباب بشكل كبير جداً فالمباراة اللي زي دي لازم تستغلها أفضل استغلال أفضل استغلال اللي هو إزاي يعني اللي هو تأدي أداء جيد وتكسب لأن انت لو كسبت مطش زي ده أولاً هترجع ثقة كبيرة جداً جداً في نفسك كلاعب في النادي الأهلي كجهاز فني للنادي الأهلي كجمهور في الجهاز الفني وفي اللاعبين وده أمر حيكون مهم وحيفرق معك بشكل معنوي فيما تبقى من مباراة قبل المشاركة في بطولة كاس العامل الأندية وهو تحدي خاص بالنسبة للأهلي وجمهير فبالتالي مهم جداً أن احنا نكون في كامل تركزنا في مباراة بكرة بإذن الله واحد أحد مهم جداً أن احنا نكون دارسين فرقة بيراملز بشكل كويس مهم جداً أن احنا ننزل نكون ناسين اللي حصل خلال الفترة اللي فاتت ناسينه في الملعب لكن لازم برضو اللي حصل ده يكون دافع علينا أن احنا نحسن الصور فكل دي أمور تقدر من خلالها ترجع فايق من مباراة بيراملز تخرج فايق من مباراة بيراملز تخلي الكلام كله متغير من جمهور ناحية الفرقة والجمهور اللي هو بينتقد نقض صحي ونقض بناء يرجع يشيد بيك بس برضو عشان نبقى برضو بنتكلم بمنتهى الأمان حتى لو فاز الأهلي بكرى على بيراملز 10-0 10-0 الأهلي محتاج تدعمات عشان يكمل قايمته عشان يقوي قايمته لأن احنا عندنا مطشاط قوية جدا وده أمر مفروغ منه حيث التدعمات اتطمنوا بإذن الله أحد أحد بس عشان نكون بنتكلم إيه بمنتهى الصراحة لكن التدعمات حاجة ومطش بكرة قدام بيراملز حاجة تانية خالص مهم قوي أن انت بإذن الله أحد أحد تقدر تكسب وتقدي وتقنع الجماهير بانتصار يكون جيد وثلاث نقاط بصراحة يعني في الأول وفي الأخرة هي أهم من الأداء في المباراة اللي زي دي بالتحديد فالأهلي بيواصل استعداداته وحيختتمها النهاردة من خلال مران تقريبا نبتدى خلاص في هذه اللحظات على أستاذ مختار التتش بعدين مباشرة يدخل الفريق في معسكر مغلق قبل انطلاق المباراة بـ 24 ساعة مطش بكرة إن شاء الله على أستاذ القاهرة الدولي الساعة 7 بالليل الساعة 7 يا جماعة مظبوط ومطش هيكون مهم مطش الساعة 7 أستاذ القاهرة طبعا بعد قرار جنادي الأهلي بناء المباراة هناك ونجحوا في الحصول على كل الموافقات اللي بتتعلق بهذا الإجراء فإن شاء الله الأهلي يكون موفق في هذه المباراة بس أنا عايز أعرض جدول الدوري لأن جدول الدوري بالنسبة لي مهم مهم الاعتبار أو الاعتبارات كتيرة جدا لأن بصراحة لازم برضو جدول الدوري يكون دافع بالنسبة لنا وبالنسبة للعيبة وأنا أبعرض لهم الجدول هو على الشاشة وهم عارفينه كويس أولي الأهلي في المركز الكام الأهلي في المركز التاني هتقول لي فرق أهداف ومش فرق أهداف والله لو فرق أهداف إحنا مش قابلين إن إحنا يبقى في المركز التاني مش قابلين نشوف اسم الأهلي في المركز التاني خصوصاً يعني إحنا قبل كده سنة اللي فاته كان في بعض العوامل في بعض الأعذار في بعض الأمور اللي ممكن إيه تكون مبرر منطقه نوعاً ما بالنسبة لك السنة دي ما فيش أعذار السنة دي ما فيش أعذار إحنا الفرق الأساسية بتاعتنا بعد مخسرت البطول فرجعين فريش والدنيا كويسة مع التدعمات لا خليلي الجدول شوية معلش مع التدعمات مع كل الأمور اللي زي دي فإن شاء الله تظهر بالشكل الأفضل فأنا بأعرض جدول الدوري عشان نشوف إحنا في المركز التاني وده أكبر دافع بالنسبة لنا قبل مباراة بيراميدز بكرة وإزاي تقدر تتخطى العقبة دي وإزاي تقدر إنك تكمل المسيرة ويبقى فيه استفاقة في المباراة المتوقية في شهر يناير اللي ابتدى النهاردة المواطشات كلها وراء بعض وفي منها كمان أو من ضمنها مواطش الزمالك يوم واحد وعشرين بس المواطشات كلها بنفس درجة الأهمية بنفس درجة الأهمية فمركز النادي الأهلي في المركز التاني بعد نادي الزمالك في المركز الأول فرق أهداف أنا ما عليش دعوة فرق الأهداف أنا ليه دعوة بالنقاط وليه دعوة أن أشوف النادي بتاعي موجود على قمة ترتيب الجدول زي ما إحنا دايما متعودين فأكيد لعيبة النادي الأهلي والجازب فاني مش عجبهم الكلام ده زي ما الجمهور مش مبسوط بكرة بداية وانطلاقة جديدة أنا واثق في كده بإذن الله بالنسبة للفريق في إطار العودة للانتصارات والعودة للأداء المقنع سعيا نحو الفوز بالبطولة الغالية اللي بنفتقدها وليليها أولوية كبيرة جدا بالنسبة لنا كجمهور للنادي الأهلي بنهاية هذا الموسم مش بقلل طبعا البطولات التانية احنا بالنسبة احنا سقافتنا كده احنا عايزين نكسب كل البطولات حتى والله لو كاس العالم رغم أن هي حاجة صعبة لكن احنا عايزين على الأقل نوصل نهاية الطموح كبير عند النادي الأهلي الطموح الحقيقي عند النادي الأهلي كبير فلازم احنا نكون نقدي الطموح ده والكل بيسعى لإرضاء جمهور النادي الأهلي لازم تكونوا متأكدين من كده بداية من مجلس الإدارة مرورا بأي واحد جوا منظومة النادي الأهلي فإن شاء الله بإذن الله بإذن الله بكرة تكون مباراة موفقة بالنسبة للفريق طيب الاستعدادات ماشية بشكل كويس معرفش كريم جاهز معنا دلوقتي ولا لأ لكن في كل الأحوال هحاول أتكلم معاكم عن بعض التفاصيل المهمة اللي بتتعلق بالمروران بس يعني دوني ديئتين بالزبط لكن كالين أقول لكم أبرز وأهم المباراة خلال الأيام المجبلة في بطولة الدوري وإحنا بكرة بالتحديد يوم 2 يناير في مطش أسوان مع الزمالك ده مطش الساعة 3 إلى ربع مباراة تتلعب هناك في أسوان وأسوان ماشي بشكل كويس بصراحة مع الكابتن أيمان الرمادي فمباراة أعتقد حتكون حلوة يعني أعتقد المطش ده مش هيكون سهلة قوي على النادي الزمالك لأن أسوان فائقين الفرقة فائقة الداخلية هتلعبه المصري في نفس التوقيت أو الاتحاد هتستضيف في اسكندرية الساعة 5 والأهلي هتستضيف بيراميز الساعة 7 لأستاذ القاهرة الدولي دي أهم المباراة بالنسبة لنا يوم الثلاث فيه مطش غزل المحلة مع سيراميكا كليوباترا مطش مهم جدا لفرقتين غزل المحلة ماشيين بشكل جيد بصراحة سيراميكا بيحاولوا برضو بعد التعادل الأخير يديهم دفع التعادل الأخير كمان مع النادي الأهلي يديهم دفع أن هم يرجعوا بالشكل الأمس اللي بتدوا به البطولة السنة دي ما قولوا العرب هيلعب حرس الحدود المطشين دول هيكونوا الساعة 3 للربع الإسماعيلي هيلعب البنك الأهلي الساعة 5 وفيتشر هيلعب سموحة الساعة 8 يوم الأربع مطش وحيد في ختام الجولة دي وهي مباراة فرقه مع طلاقع الجيش فدي المباراة طيب النهاردة بالمناسبة عيد ميلاد واحد من أفضل اللاعبين في تاريخ النادي الأهلي ومن أفضل الأجانب اللي تعاقد معهم النادي الأهلي وهو علولو علي معلول بنقول له كل سنة وانت طيب وسنة سعيدة عليك يا رب وعبال مليون سنة وانت دايما متقلق مع النادي الأهلي وانت دايما بتعمل كل اللي تقدر عليه جوال ملعب عشان تساعد جاملين النادي الأهلي وانت دايما بتساهم في عدد مهول من أهداف النادي الأهلي سواء من خلال إحرازها أو صناعتها فعلي معلول أنا بشوف أنه هو من 3-4 لعيبة قدر النادي الأهلي أنه هو يتعاقد معهم كأجانب ونجحه بشكل بارز هو رأي أفضل محترف في تاريخ النادي الأهلي الأرقام نفسها هي اللي بتقول كده في كمان في لافيو في جيلبرتو في أحمد فليكس طبعا من ضمن الناس اللي يصنفوا برضو في المرتبة دي هو ديانج من وجهة نظري لكن معلول هو أبرزهم الأرقام كلها بتقول كده فبنقوله كل سنة وانت طيب معلول وعبال مليون سنة ودايما كده جمهور الأهلي بيسك فيك وبيحبك جدا 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 فخلينا نروح نشوف الفيلر ده المعلول وبعده فاصل وبعد فاصل نرجع نكمل استنون كورة مرة تانية جول 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 هو معلول هو ملك الحلول وهو الأهلي زباستر أوفساس بنت فرحة مجنونة وقصة مسيرة قصة غير